قصة يونس عليه السلام وقبل كل شيء وتبعاً لسياسات اليوتيوب لا تنسوا الضغط على الجرس ولايك وتعليقاتكم تفيدنا قصة يونس عليه السلام ضمن قصصنا القرانية سوف نبدئ بقوم يونس قيل في نسب يونس عليه السلام إنه يونس بن متى ثم يتصل نسبه بنسل بن يامين شقيق يوسف عليه السلام بعث يونس عليه السلام إلى نينوة في العراق إلى قوم انتشر الشرك بينهم فكانوا يعبدون الأصنام فأوحى إليهم يونس وأرشدهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له إلا أنهم كذبوه وكفروا برسالته وأصروا على عبادة أصنامهم وأوثانهم وكان من بينها صنم أكبر يدعى عشتار وقد قيل إن دعوة يونس عليه السلام لقومه استمرت ثلاثاً وثلاثين سنة إلا أنه لم يؤمن معه سوى رجلين ولذلك شعر يونس عليه السلام باليأس من قومه فتركهم وخرج من بلدتهم خرج يونس عليه السلام من نينوة وظن أن الله تعالى لن يؤاخذه بهذا الخروج لأنه قدم كل ما عليه في سبيل دعوة قومه ولم يستجب أحد وحين خرج بدأ يحل على قومه بوادر العذاب الذي توعدهم فيه فهلت السحب السوداء وغشياهم دخانها وسودت سطوحهم فأيقن القوم أن عذاب الله تعالى آت لا مفر منه فخافوا ووجلوا وبحثوا عن يونس عليه السلام ليهديهم طريقة التوبة والإنابة فلم يجدوه فأتوا رجلا شيخا فسألوه عما يجب فعله فأرشدهم إلى طريق التوبة إلى الله تعالى فجمعوا كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم وحيواناتهم جميعا ثم جعلوا على رؤوسهم الرماد ولبسوا المسوح من اللباس تواضعا لله سبحانه ثم أقبلوا عليه في هذا الحال في مشهد عظيم ضارعين له أن يصرف عنهم العذاب ويتوب عليهم فتاب الله تعالى عليهم وقبل إيمانهم بعد كل هذا الكفر والعناد ولم يشهد يونس عليه السلام هذا الحال منهم قصة يونس عليه السلام لما خرج يونس عليه السلام من نينوى أقبل على قوم وركب معهم سفينتهم فلما أن وصلت بهم جميعا إلى عرض البحر تمايلت السفينة واضطربت واهتزت فلم يجدوا سبيلا للخلاص إلى أن يلقوا بأحدهم في البحر تخفيفا للحمل فاقترعوا على من يلقي بنفسه في البحر فخرج سهم يونس عليه السلام فلما التمسوا فيه الخير والصلاح لم يحبذوا أن يلقي بنفسه في البحر فأعادوا القرعة ثلاث مرات وكان يخرج سهم يونس عليه السلام في كل مرة فلم يجد يونس عليه السلام إلا أن يلقي نفسه في البحر وظن أن الله تعالى سينجيه من الغرق وبالفعل فقد أقبل إليه حوت أرسله الله تعالى فالتقمه ولما صار يونس عليه السلام في بطن الحوت ظن أنه مات لكنه حرك يديه وساقيه فتحرك فسجد لله تعالى شاكرا له بأن حفظه ونجاه فلم تكسر له يد ولا رجل ولم يصبه مكروه وبقي في بطن الحوت ثلاثة أيام وسمع فيها أصوات غريبة لم يفهمها فأوحى الله تعالى له أنها تسبيح مخلوقات البحر فأقبله أيضا يسبح الله تعالى قائلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ثم بعد ذلك أمر الله تعالى الحوت فقذف به على اليابسة وأنبتت عليه شجرة يقطين يستظل بها ويأكل من ثمرها حتى نجى عاد يونس عليه السلام بعد ذلك إلى نينوى حيث قومه فوجدهم مؤمنين بالله تعالى موحدين فمكث معهم حينا من الدهر وهم على حال الصلاح والتقى حيث قال الله تعالى وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين ثم حين عادوا إلى ضلالهم وكفرهم مجددا نزل فيهم عذاب الله تعالى فأخذهم جميعا ودمر مدينتهم فأصبحوا عبرة لمن خلفهم وقيل بعد ذلك في وفاة يونس عليه السلام أنه دفن قبل ساحل صيدة فوائد من قصة يونس عليه السلام هناك العديد من الفوائد التي يمكن أن يستخلصها الداعية لله تعالى من قصة دعوة يونس عليه السلام لقومه منها عدم الاستعجال حيث قال الله تعالى وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا ولا ينتظر منهم القبول والإيمان بسرعة عدم الغضب فخروج يونس عليه السلام من قومه كان غضبا عليهم وعلى حالهم وعدم نزول العذاب الموعود فيهم وظنه كذلك أن الله تعالى سيعطيه فسحة من المجال يدعو أقوام آخرين طالما أن قومه لم يأخذوا بكلامه ولم يستجيبوا له لكن الله تعالى أراد شيئا مختلفا وهو الهداية المتأخرة لقومه نفسهم الصبر فالصبر مفتاح الفرج وهو طريق تحقيق الغايات التي تأخر ظهورها والداعي إلى الله تعالى عليه أن يكون صبورا في دعوته فالناس تخاف وتتوجس من التغيير وتكسل عن العبادات فتتأخر فعلى المسلم الداعية إلى ربه عز وجل أن يكون صبورا طويلا نفس ليصل إلى غايته العظيمة الاستمساك بصيغة التسبيح الواردة في قصة يونس عليه السلام وهي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فهي جامعة شاملة للتوحيد والتسبيح والاعتراف بفضل الله تعالى على العبد حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة ذنون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدعو بها رجل مسلم في شيء إلا استجاب الله له بنشركم للمحتوى الهادف سوف نقضي على التفاهة لا تنسوا دعم القناة بإرسال الفيديو لإصدقائكم اشتركوا في القناة شكرا